الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتها تحت عنوان صحح فهمك والحلقة إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة فيها تصحيح لمفهومين المفهوم الأول مفهوم عقدي المفهوم الثاني مفهوم فقهي المفهوم العقدي غاية في الأهمية أنا ما بقولش مهم جدا بقول غاية في الأهمية كذا المفهوم الفقهي يعني مطلوب جدا لأن السؤال حوله كثير أنا هبدأ بالمفهوم العقدي بس قبل ما أجيب على تصحيح المفهوم العقدي عايز أدي مقدمة لا بد منها خلي بالكم معايا جماعة جدا أنا مسمي السلسلة دي تصحيح المفاهيم تصحيح مفاهيم بمعنى الأراء المرجوحة الأراء الخاطئة إحنا بنصححها مش معنا بنصححها يعني إحنا العلمة والناس كلها جاهلة لا بالعكس إحنا ما بنرد على حد أو بنبين الصواب في شيء بنرجع إلى أقوال أهل العلم يعني إحنا نقلة إحنا نقلة عن أهل العلم الأكابر عن أهل العلم الأكابر ولما جاء صحح مفهوم زي المفهوم الله صحح حلوم إن شاء الله جل وعلا مش رد على فلان بعينه أو علان بعينه أرجو أرجو النظر تكون أوسع من ذلك أبدا أبدا الكل له الاحترام الكل له المحبة الكل له التقدير ربما فلان مثلا يعني قرأ يعني قولا لبعض أهل العلم فمال إليه وظن أنه الصواب والثاني إلى آخر هذه الأمور ولذلك حينما نأتي بالردود من أقوال أهل العلم الأكابر الأقوال الموثقة والتي اعتمدت وعلى أنها الصحيحة مش رد على دي أو دي أو دي لا ده على أساس هذه مواضيع قديمة جديدة أثير الجدل حولها وكاثر اللغة والكلام فأردنا أن نقطع بالصواب فيها بإذن الرحيم الرحمن ولذلك أنا عايز نخلي بالنا جدا جدا إن شاء الله جل وعنه أنا جاعلي لتصحيح المفهوم العقدي الأولاني دي تحت عنوان يعني المعنى الصحيح لكون الله في السماء المعنى الصحيح لكون الله في السماء ليه؟ لأن قديما معروف مثار الجدل وكاثر الجدل حول هذه واللغة الكثير سواء يعني من غير السلفيين والسلفيين أي في رد السلفيين على غير السلفيين أو حتى في أقوال بعض السلفيين مع بعضهم البعض ولذلك آثرته بإذن الله جل وعلا أن آتي بالصواب قولا واحدا بقول مرة ثانية قولا واحدا بإذن الله جل وعلا إذن هرجع لي معنى كون الله في السماء أنا ما بقول الإنسان يعني يعني إيه كون الله في السماء لما جنظر في قول الله مثلا مثلا أأمنتم ما في السماء إلى آخرة يعني إيه كون الله في السماء بقى ما بنقول كون الله في السماء أي أن الله تعالى على السماء لما بنقول الله في السماء أأمنتم ما في السماء يعني على السماء يبقى فيه هنا بمعنى على أنا مش هصرع واجري وامشي لا لأنه دي عقيدة فأنا هبطأ جدا وعلي المعلومة أكثر من مرة على أساس نحفظها ونفهمها إن شاء الله إذن المفهوم لي كون الله في السماء أي أن الله جل وعلا على السماء أي أن الله جل وعلا على السماء يبقى فيه بمعنى على إما أقول في السماء بمعنى إيه على السماء إذن فيه بمعنى على وليست للظرفية فيه بمعنى على أنا عايزة من ناحية اللغة فيه بمعنى على وليست للظرفية وليست للظرفية ليه ما هيش للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله لأن السماء لا تحيط بالله نخلي بالنا جدا مرة ثانية أخيرة إذن معنى كون الله في السماء أي أن الله جل وعلا على السماء أي أن الله جل وعلا على السماء إذن فيه هنا بمعنى على وليست للظرفية فيه هنا بمعنى على وليست للظرفية ليه مش للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله جل وعلا أو أو إنه في العلو أو إنه في العلو فالسماء هنا بمعنى العلو وما بقول في السماء يعني في العلو في السماء بمعنى العلو فالسماء هنا بمعنى إيه العلو وليس المراد بها السماء المبنية وليس المراد بها السماء المبنية أرجع مرة ثانية أختم الكلام ده وبأسطب عشان ما أرجعه مرة ثانية بقول معنى كون الله في السماء أي أن الله جل وعلا على السماء إذن فيه لما بقول في السماء آمنتم من في السماء في السماء بمعنى على السماء ففيه هنا بمعنى على وليست للظرفية ليه ما هيش للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله جل وعلا أو إنه في العلو في السماء يعني في العلو فالسماء بمعنى العلو فالسماء بمعنى العلو وليس المرد بها السماء المبنية وليس المرد بها السماء المبنية طيب يبقى خرجنا من النقطة الأولى للمعنى الصحيح لكون الله في السماء نجبة الرحمن على العرش استهوى الرحمن على العرش استهوى خلي بالكواب قبل ما فصر الاستواء بنيجي نفهم الأول الرحمن على العرش استواء وما بنيجي نفهم معنى الرحمن على العرش استواء ما فاماش من الزغبة ولا من فلان ولا من علان لا برجع للأكابر من أهل العلم برجع لمين للأكابر من أهل العلم برجع لمتنا الأكابر والذين محترامي يعني كان رأيهم والصوب واتفق على صحته الرحمن على العرش استواء سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له يا أبا عبد الله ما معنى الرحمن على العرش استوى فكيف استوى يا أبا عبد الله يعني هو الرحمن معروف سبحانه الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله شوفي جابت الإمام يقول إيه الاستواء غير مجهول فقال الاستواء غير مجهول خلي بالكم معي جدا يعني إيه الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى الاستواء معلوم يعني إيه معلوم معروف أن الاستواء في لغة العرب على أربعة معاني على وارتفع وصعد واستقر على وارتفع وصعد واستقر فهنا معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار العلو والاستقرار نرجع مرة ثانية السائل بيسأل الإمام مالك بقول له يا أبا عبد الله في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى كيف استوى بقولوا هنا كيف استوى قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بيدعم ثم أمر بطرد سائل من المجلس من مجلس العلم يعني خلي بالك يا جماعة الاثر ده هل هو اثر صحيح نعم الاثر بتاع الامام ملك ده اثر صحيح الاثر موجود فين في العلو ابن قدامى 104 في العلو للامام الذهب 141-142 ايضا عند ابن عام في الحلية 6-325-325 وعند غيرهم عند الكثيرين طيب يا جماعة قبل ما انطلق بها اجا فسر كلام الامام ملك تفسير بسيط ونجيبه بكلام مواضح جدا عشان ما يشقش على المشاهدين والمشاهدات لما بيقوله كيف استوى يا أبا عبد الله اما ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى الامام مالك بيقوله ايه الاستواء غير مجهول يعني الاستواء غير مجهول قلنا يعني معلوم المعنى معلوم 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 المعنى اللي هو يعني ايه العلو والاستقرار وهو العلو والاستقرار قلت لان استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع وصعد واستقار فهنا يا جماعة عشان نركز جدا ونخرج من المعلومة دي بقى بنقول الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى وهو ايه العلو والاستقرار وهو العلو والاستقرار أخرج بقى للنقطة الثانية الكيف غير معقول والكيف غير معقول يعني الكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفات لأن الله جل وعلا أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفات طيب يقولك والإيمان به واجب إيه الإيمان بإيه هنا والإيمان به واجب يعني الإيمان بالاستواء واجب خلي بالك خلي بالك جدا من الفهم هنا يقوله والإيمان به واجب يعني الإيمان بالاستواء لأنه بيسألوا عن الاستواء بقوله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فبيسأل عن الاستواء ولذلك بؤل له هنا إيه الإيمان بهي واجب أي الإيمان بالاستواء واجب لوروده في الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بؤل له esquer أي سؤال عن الكيف أي السؤال عن الكيف بدعة يعني سؤال عن الكيفية هنا بدعة يعني ما نجل نقول إيه كيفية الاستواء بقول لك هنا بقى السؤال عن الكيفية بداعا ليه لأنه لم يكن على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيه في الكيفي ولا سأل الصحابة رضي الله عنهم وارضهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكيفي إذن الكيف غير معقول يا جماعة أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعاقل أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل ليه؟ لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاتي طيب الإيمان بيه؟ اللي هو الإيمان بالاستواء الإيمان بيه حكمه واجب ليه لوروده في الكتاب والصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم السؤال عنه أي عن الكيف؟ بدعاه بدعاه لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أمر بالسائل فأخرج أمر بطرده من مجلس العلم يعني ليه يا جماعة أمر بطرد السائل؟ خوفا من أن يفتن الناس في عقيداتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم يعني نخلي بلنا من الحتة دي أول الإيمان مالك أخرجوه ليه؟ ألا خوفا من أن يفتن الناس في عقيداتهم والإيه كمان؟ وتعزيرا له بمنعه من مجالس الإمام مالك رحمة الله عليه واحدون لله دايب أده ربا وعدم يعلم لا لا مش كده على الإطلاق مش كده على الإطلاق هو في بعض الناس بتيجي كده تعمل شوشرة ويجي عندي أشياء معينة ويرمي ليه لأنه عايز يحرك ما احترمي يعني عقول ومشاعر الكل بدهشة بدهشة أو بمعنى الآخر هو يعلم تماما أن هذا الأمر ما احترمي ما خاض فيه أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عهد النبي ولا في عهد الأصحاب طيب بما أنه لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الأصحاب ولا خاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم فيه الأصحاب يبقى في هذه الحالة أمسك حيث أمسك القوم من قبلك لكن النبي يفتح وده من الناس نا طب اذهب للإمام مالك وينك وينه وقول والله الأمر دا شغني وعايز كذا كذا هي أجبك ما هو الإمام مالك ما تهربش من الإجابة هون الإمام مالك بالعكس وآجب أتى بالإجابة كاملة ثم تعزرا له أمر بطرده يعني بيخراجه من المجلس بتاع العلم طيب يا جماعة أنا عايز نركز مع بعض جدا إذن الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه أو بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم بس من غرء من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل أنا أرجع لي لأنها قاعدة مهمة جدا يا جماعة إذن الذي دلت عليه النصوص اللي ينصوص الكتاب والسنة يعني من خلال فهمنا لدلات كتاب لدلات سعى السنة كذا بالنسبة لإجماع سلف الأم أوضح أكثر إذن الذي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص سعى السنة وإجماع سلف الأم أن الله تعالى أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول دائما أصفه بصفات الكمال المطلقة والوصف هنا بما وصف به نفسه وبما وصفه به محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك هنا بس بإيه من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل ولذلك الإمام الشفعي له مقول عجب له مقول ملخصة وهي عجب يقول إيه أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله أنا عايز نركز مع بعض جدا أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك القعدة الأولى يا جماعة القعدة الأولى بالنسبة لي الأسماء وصفات الواجب علينا نتجاه نصوص الكتاب والسنة في الأسماء وصفات الواجب علينا إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تأويل من غير تأويل إبقاء دلالتها على ظاهرها ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين فواجب إبقاء دلالت اللفظ على ما هي عليه ليه؟ لأن الخروج عن ذلك تقول على الله بلا علم وهذا حرام وهذا حرام الدليل أي على أنه حرام؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى الشاهدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذن أؤمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف صالح على أنه يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل الكلام دي يا جماعة لابد نجمع فيه ما بين الفهم والحفظ فهم وحفظ وعا تقول لي بس أن أنا أفهم وكاد وأنسأل لا دا محتاجك تفهم وتحفظ الكلام اللي بقوله النهاردة دا بالذات محتاج للاثنين الفهم والحفظ طيب يا جماعة استواء الله جل وعلا بنقول واستواء الله جل وعلا على العرش من هذا القبيل واستواء الله جل وعلا على العرش من هذا القبيل خلي بالكم معاه جدا قبل أنا بقول إيه أنا بقول لك لسه دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأم على أن الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل كذا بالنسبة لإستواء الله عز وجل على العرش من هذا القبيل فهو ثابت بدلالة الكتاب ثابت بدلالة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة يبقى إذن الاستواء من هذا القبيل ثابت بدلالة الكتاب ثابت بدلالة صحيح سنة وبإجماع سلف الأمة فهم يعتقدون أن الله سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين دي مهمة جدا مهمة جدا ما بنقول أهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين وأنه بائن من خلقه دي مهمة جدا وأنه بائن من خلقه مهمة وأنه بائن من خلق يبقى استواء الله جل وعلا على العرش من هذا القبيل ليه؟ عشان ثابت بدلالة الكتاب ثابت بدلالة صحيح السنة أيضا بإجماع سلف الأمة فهم يعتقدون أن الله سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين وأنه بائن من خلقه نركز معظم طيب معنى الاستواء عند أهل العلم إيه؟ قلت له أربع معاني له أربع معاني على وارتفع وصعد واستقر يبقى الاستواء عند أهل العلم له أربعة معاني على وارتفع وصعد واستقر يبقى الارتفاع والعلو والصعود والاستقر الارتفاع والعلو والصعود والاستقر يبقى الاستواء عبر عنه أهل العلم معاني أربع هم إيه؟ الارتفاع العلو الارتفاع العلو والصعود والاستقرار خلي بالك معايا جدا من نقطة مهمة أوي 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 طبعا الكلام ده البعض يقولك تئيل الكلام مش تئيل هو ده العلم هو ده العلم من اللي انت مأمر به ده عقدتك ده عقدتك يعني بمعنى الإنسان لو فسرت عقيدته كبر عليه أربع والعياذ بالله فرب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار بمعنى كانت عقيدته فاسدة وأقيمت عليه الحجة لكنه أصر على ما هو عليه فكان مصيره والعياذ بالله جل وعلا ولذلك يا جماعة إلا العقيدة إلا العقيدة لا بد وأن تلقى الله جل وعلا بالعقيدة الصحيحة والعقيدة الصحيحة في الصدور تصنع الأعجيب تصنع الأعجيب أنا مرة ثانية أنا مش قاعدة أسقط أحكام وأحكم على الناس بكذا لا 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 ما هذا عندي أبدا أبدا على الإطاق ولكن أنا بصحح لك الفهم وبقول لك إحفظ راية بديك المعلومات مرتبة منظمة محققة صحيحة وبقول لك ركز معايا أني دي عقيقة لأنا بكلم في الإيمانيات الوقتي لا في قابر ولا في الكيت طبعا مطلوب ولا في حاجة دي ولا في قصص ولا في عقوق ولا في كيت ولا في علامة الساعة لا أنا أعد أديك مدة عقدية غاية في الأهمية بقية المواضيع الكل يجيدها الكل يجيدها أما في العقيدة لا لا بد لا بد من العودة إلى المتخصصين لا بد من العودة إلى المتخصصين من باب قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل دي حاجة كل حتة مهمة وخطيرة وحولها باء وثير الجدل خلي بالك معي بقول وصفات أو الألفاظ التي لم يأتي الكتاب والسنة بنفيها ولا إثبتها يعني لم يتعرض لها السلف يعني إيه جماعة غير كده يعني بقول إن الصفات والألفاظ التي لم يأتي الكتاب والسنة بنفيها ولا إثبتها لا نفاها ولا أثبتها لم يتعرض لها السلف لا نفيا ولا إثبات كذلك السلف يقول لك لا لا نتعرض لا نفيا ولا إثبات والقعد يا جماعة في ذلك أن يستفصل قائلها فإن أراد مثبتها معنا صحيحا وافقناه على ذلك المعنى الصحيح ولم نوافقه على استعمال ذلك اللفظ وإلا فلا يعني إيه يا جماعة يعني إن أراد المثبت للصفة دي بقول لكم هنا الصفات أو الألفاظ اللي ما جاتش في الكتاب ولا في صحيح السنة بالنفي أو الإثبات لم يتعرض لا سلفنا الصالح لا نفيا ولا إثبات لكن القعد عندنا بيستفصل قائلهم إن أراد المثبت للصفة هذه إن أراد المعنى الصحيح معنا صحيحا وافقناه على ذلك المعنى الصحيح بس لا نوافقه على استعمال اللفظ وإلا فلا والأولى هو الإعراض عن هذا اللفظ على كل حال الإعراض عن هذا اللفظ بثالة الناس اللي بيقولوا إيه إن الله جالس على عرشه أو يقول لك الرحمان على العرش قال بعضهم أي إن الله جلس على عرش أو جالس على عرش خلي بالكم معي لا يجوز اللواء اللفظ يعني لا يجوز استعمد ذلك اللفظ لا يجوز استعمد ذلك اللفظ بمعنى لا يجوز أن نقول إن الله جالس على عرش لا يجوز بقطع شوف كم مرة قلت يا لا يجوز أن نقول إن الله جالس على عرش ليه لأن لفظ الجلوس لم يأتي به لا دليل في القرآن ولا في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ما جاء أقول لك لا يجوز أن نقول إن الله جالس من العرش ليه لأن لفظ الجلوس ده لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم ودي عقيدة ودي عقيدة ما اشتغلش فاة من دماغك ولا تألف لي ولا تقول على الله يعني بغير علم هنا ده تقول على الله بغير علم على طول إذن لا يجوز أن نقول إن الله جالس على العرش ليه لأن لفظ الجلوس لم يرد به دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل إن هذا اللفظ أكثر ما يستعمله المبتدعة أكثر ما يستعمله المبتدعة ليه للتنفير من إثبات صفة الاستواء نفسها حيث يفسرون الاستواء هنا بالجلوس ويقولون إنه من صبات الأجسام والمحدثات وهذا محال على الله وهكذا ترد النصوص الشرعية يا جماعة بدعوة منخضطة للأدلة العقلية وهكذا يدخل العبد في سلسلة من الانحرافات ودي بنقول سببها يا جماعة الخلط وسوء الفهم عن الله وعن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلصت الأمر هنا في النحية العقلية لا يجوز أن نقول إن الله جالس على العرش لا يجوز لا يجوز أن نقول إن الله جالس على العرش وكفاية كده ما تكون أنت رجل يعني تؤمن بالفهم الصحيح إما أقول لك لا يجوز أن نقول إن الله جالس على العرش بتقول لي ليه؟ بقول لك لأن لفظ الجلوس لم يرد به دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بل المصيبة هنا أن أكثر ما يستعمل هذا الرفز هم المبتادعة للتنفير من إثبات صفة الاستواء نفسها يقول لك تعالى شوف يقولوا إيه؟ يفسرون الاستواء هنا يا جماعة بالجلوسة هو ويقولون إنه بعد كده ومعاقب لك إنه من صفات الأجسام والمحدثات وهذا محال على الله يتجل وعلا وبكده ترد النصوص الشرعية بدعوة منغضتها للأدلة العقلية ويدخلوا بقى في سلسلة الحرفات إذن أنا ألتزم أنا ألتزم أنا ألتزم بإيه؟ بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من شوية قلت لك الصفات أو الألفاظ التي لم يأتي الكتابة السنة بنفيها ولا إثبتها ولم يتعرض لها السلف لا نفيا ولا إثباتا إحنا كذلك لا نتعرض لها نفيا ولا إثباتا ليه؟ لأن الأصفات والألفاظ التي لم يأتي بالها دليل من كتابة السنة لم يتعرض لها السلفونة لا نفيا ولا إثباتا كذلك لا نتعرض له لا نفيا ولا إثبات لا نفيا ولا إثبات حتى لا يشن علينا بمثل هذا الأمر وتكون سبب للعياذ بله فسد عقدي ولذلك أنا أقول لك لا يجوز أن نقول إن الله جالس على عرشه لأن رفض الجلوس لم يرد به دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكذا انتهينا من تصحيح المفهوم العقدي انتهينا من تصحيح المفهوم العقدي وهدخل الآن بإذن الله جل وعلا على تصحيح مفهوم فقهي خلي بالك معي لا بد أفصل كده ما بين تصحيح المفهوم العقدي وتصحيح المفهوم الفقهي على أساس نعطي كده يعني العقل فرصة كده للتنبيه وأنه ينتعش ويبدأ يعني يستقبل الفقه بعد العقيدة احنا كنا بنتكلم الوقت في مفهوم عقدي الحين أنا تطرق إلى موضوع فقه وخلي بالكو جدا جماعة اما أرخلك في مثل هذه الموضع ده الخير من يريد الله به خير يفقه في الدين قال الإمام العلمة ابن التين ومن لم يريد له به خير لم يفقه في الدين لم يفقه في الدين في واحد ما كان يقولك عمي ما تشغلنيش يا عم يا حبيبي ده ربنا اللي بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومش معقولة تعبر ربنا بجهالة أو على جهل لا يمكن لا يمكن فاعلم أنه لا إله إلا الله لابد في علم في علم وإلا لو قد تعبو ربنا على جهل قلبي قلبي قلبك إيه قلبك إيه اللي في مثل هذه الأمور قلبك إيه وانت أصلا معندكش أي حاجة على الإطلاق لا حسن علمية ولا وقاية علمية ولا تعلمت قلبك مش هيدلك على أي شيء إلا على الهوى والعياذ بالله ولذلك سمي القلب قلبا لتقلبه خلاص ما قاقولك كده تعالى اتعلم مثل هذه الأمور عشان تعبوا ربنا صح وإلا واحد تانا يخدأ يقول لك تعالى بأما كلمك عن الرحمة العرش لو هذا معناها استولى وعمل وكتو دخلك في أمور يعني والعياذ بالله جل وعلا أتخذك إلى منحة خطير إنما لابد وأن تفهم إن سلفك الصالح كانوا على المعتقد الصحيح وإن المعتقد صحيح قائم على الفهم المسألة من خلال إثباتها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما واحد يقول لك تعالى بأي عمي لا إنت اللي فهم غلط أصلي لو قلنا بالمعنى جواب أي كذا وكذا قلو له لا ايتني بدليل على قولك ايتني بدليل الكلام إذا حوى الدليل حوى النور إذا خل من الدليل خل من النور أنا الوقت ما بقولك مثلا هذه الصفة بقولك هين ثبتة في كتاب الله جل وعلا ثبتة في صحح في صحح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس أخلاص انتها الأمر إنما أقول لك آهو خلي بالك بثبت لك صفة طب هي جات في القرآن لا جات في صحح السنة لا يبقى كيف كيف تثبتها لله جل وعلا كيف تثبتها لله جل وعلا زي إن الله جالسنا على العرش لا يجوز لأننا ميرت به دليل لا في كتاب الله في صحح السنة فنبقى فاهمين عشان ما حدش ياخد بعقولنا ويفسر علينا عقائدنا والعياذ بالله جل وعلا ونحسن الظن ببعض نحسن الظن وقلت هو مش رد على حد بعيني أبدا بالعكس نحسن الظن بالكل بإذن الله جل وعلا الذين أحسن الظن فيهم ومعلوم أنهم يعني على معتقد صحيح وما شابه ذلك نيجي بقى لتصحيح المفهوم الفقهي هنا عدد ركعات الوترق بعد صلاة العيش أنا عايز نركز مع بعض جدا هل هذه مما كثرة فيه نعم كثرة فيه لكن عند غير المتخصصين لكن بالنسبة ليه المتخصصين لا المعلومة معروفة بفضل الله لكن جل وعلا يبقى خلي بالك معاه جدا الوترق ما بقى تكلم من أول بقول هتكلم عن عدد الركعات وأقله وأكثره الوترق أقله واحدة ركعة واحدة يبقى الوتر يا جماعة أقله إيه؟ ركعة مش تقولي لا أقل ركعات الوتر ثلاثة ثم 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 لا غلط خطأ خطأ أقل الوترق واحدة يعني ركعة واحدة بعد الراتبة يعني بعد سنة إيه؟ العش أقل الوترق واحدة بعد الراتبة بعد الراتبة اللي يا بعد سنة العش امتى يبتدي وقت الوطر الوطر يبتدي بعد صلاة العشاء لغاية امتى لغاية الوطوع الفجر يبقى الوطر يا جماعة له ابتدى ولوه انتهى وقته يبتدي بعد صلاة ايه العشاء لامتى الى طلوع الفجر هذا محل الوطر هذا محل ايه يا جماعة الوطر ايضا فيما بين صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب لو انت جميعها بسبب عذر السفر او مرض ولو مجموعة مع المغرب في حل المرض او السفر لغاية برضه طلوع الفجر لغاية طلوع الفجر يبقى فيما بين صلاة العيشة ولو مجموعة مع المغرب في حال المرض أو الصفار لطلوع الفجر قلنا أقل الوتر واحدة يعني ركعة واحدة تب ازاي بتقول لي ركعة واحدة وده بقول لي ثلاثة بقوله ركعة واحدة لأن هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب له حد لأكثريته لا ليس له حد لأكثريته ليس له حد في الأكثري بمعنى أنك عايز توتر مثلا بواحد وعشرين عايز توتر بواحد وثلاثين عايز توتر بأكثر من ذلك لا حد لأكثره على قول أهل العلم ولكن الأفضل إيه؟ في أفضل آه الأفضل هو أن توتر بما أوطر به النبي صلى الله عليه وسلم أوتر زي ما سيدنا النبي ليه؟ لأنه ما فيش أفضل من نجابه سيدنا النبي لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لما كان يرجو الله اليوم الأخير وذكر الله كثيرا أيضا النبي هو قدوتنا نهتدي بهديه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي الفضلة بمعنى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذن الأفضل هو الإيطار نتر يعني بما أوطر به النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة وثلاثة عشرة خلي بالكم معايا جدا وهذا أكثر ما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي يقول لي صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبحة صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى خلي بالكم معي جدا بارجع أكر على حاجة يا جماعة صحيح احنا بنقول أقله ركعة واحدة ولا حد لأكثره وهذا قل جماهر أهل العلم قل علماءنا طيب ما قلت لك الأفضل هناك أفضل الأفضل ايه اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل هذا أفضل رغم أنك تقول لي ده أخلي بدي 31 ده أكثر ده أكثر من 31 وكاتو بيوتر دكتير بقول له أفضل ما يكون هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الثابت أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق بذلك نكون التائنا من تصحيل المفهوم العقدي ومن تصحيل المفهوم الفقهي بإجاز إن شاء الله جل وعلا ومرة أخيرة بقول لا نقصد أحدا أبدا أبدا فالكل من أهل الفضل والعلم على رؤوسنا